السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعون والمتابعات الأكارم حياكم الله اليوم أتقدم إليكم لشرح حل مشكلة حذف حسابك حساب الجوجل أكاونت أو تسجيل الخروق من حساب الجوجل أكاونت على S7 Edge الطريقة كالتالي أخوتي الأكارم ننقر على جوجل أكاونت ننقر على جوجل فوردر ثم على تطبيق الجوجل ثم على الثلاثة خطوط أفقية من يسار الشاشة أنا مسجل حسابين إيميلين في هاتفها S7 Edge أنقر على Settings ثم برايفيسيان أكاونت ثم جوجل أكاونت ثم Sign Out على الإيميل الثاني نفترض أننا نريد أن نحذف الحساب نهائيا ننقر على تطبيق الجوجل مرة أخرى هذه المرة المثلثة المقلوب أعلى أعلى يمين الشاشة ننقره ثم ننقر على Manage Accounts على Google Accounts مرة أخرى على نفس الإيميل الذي عملت منه تسجيل خروج ثم ننقر على ثلاث نقاط متراصة من أعلى يمين الشاشة ثم نعمل Remove Accounts هنا يخبرك بأن أي رسائل أو أسماء تم تحديثها وربطها من إيميلك على هذا الهاتف سوف تنحذف إن أنت ضغط Remove Accounts فهذا يعني أنك حذفت إيميلك من هذا الهاتف فقط أما الإيميل بحد ذاته فهو موجود لن ينحذف تستطيع التسجيل إليه عن طريق الهاتف الكمبيوتر أو البي سي أو تستطيع أن تعيد إدخاله مرة أخرى إلى موبايلك تمنى أن أكون أفدتكم بهذا الشرح وإلى اللقاء في شروحات أخرى ترجمة نانسي قنقر